اشتركوا في القناة ترى نفس الامر اللهم يختلف في الآن راح نشوف الاختلاف طيب اول شي حنحددنا اللي هي اللي يكون فيها رابط حقوق المصمم اللي هي F2 طيب نروح الى F2 نضغط بين الدف هنا مثل ما تلاحظ معي نضغط Enter تحت بعد ذلك نضغط Shift وحرف الواو بعد ذلك نختار A بعد ذلك نختار مسافة Class نختار لها اسم مثلا R مثلا 4 مثلا نعم بعد ذلك مسافة بعد ذلك نختار Here اللي هي الرابط طيب مثلا رابط المصمم مثلا اكتب حقوق تصميم مثلا اللي هي رشة حالم طيب بعد ذلك نضغط مسافة عكس شو اسمه عكس الهيدر الهيدر قبل شوي لما بعد ما اخترنا هرف بعد ذلك اخترنا تيتل اللي هي الاسم الاسم لا هذي راح نختار فيها شي اسمه ترقتها الحين راح تلاحظون معي طيب اللي هي هذي مثل ما لاحظته بعد ذلك نختار أول وحدة بعد ذلك مسافة بعد ذلك نختار تيتل اللي هي الاسم مثلا نحول اللغة العربية مثلا نكتب تصميم وتركيب بريشة حالم مثلا بعد ذلك نحول اللغة الى الانجليزية بعد ذلك نضغط شفت وحرف الزاب اللغة العربية طيب نضغط حفظ طيب نجي الى عملية اللي هي كتابة الاكواد اكواد اكواد الرابط مثل ما لاحظنا نقوم الشيء بالهيدر كتابنا اللي هي الاكواد اللي هي هالي اللي حددنا الطول والعرض بعد ذلك الاتجاه يمين ويسار طيب الاختلاف اللي هو في الهيدر اول فوتر عفوا الاختلاف راح يصير في الفتو تو راح نكتب غير المهم لاحظ معي الحين نجي الى الفتو ننزل تحت نضغط حرف ا بعد ذلك نقطة ونختار ر أربعة بعد ذلك مسافة ثم نختار شفت حرف الجيم بعد ذلك نختار بوسيشن حلو بعد ذلك نختار مسلوط اللي هي اول وحدة ثم نضغط اغلاق الحين نجي لتحديد الطول والعرض مثل ما قلتكم نروح التصميم نختار اداة التحديد بعد ذلك نحدد المسافة اللي حين نرغب فيها طبعا لك الحرية بعد ذلك نضغط كنترول حرف الس بعدين نضغط كنترول حرف الان مثلا الارتفاع اللي هو 42 والعرض اللي هو 126 طيب نضغط انتر تحت ونكتب هاي اللي هي الطول كم كم قلنا الطول اللي هو 42 الطول 42 نكتب 42 بعد ذلك اغلاق ثم نكتب اللي هي العرض ودث اللي هي طيب العرض كم قلنا اللي هي 126 طبعا أنا مثل ما قلت لك انت لك الحرية في اختيار من ناحية العرض او الطول طيب نختار اللي هي 100 وكم ترى ضي 126 نضغط اوكي طيب الان قبل شوي في الهيدر اخترنا اللي هي lift وطوب لا الان راح نختار شي ثاني اللي هو write اسمه طيب راح جيت مثلا نكتب اللي مثل ما تعودنا الصفر عشان بعدين نحدده طيب وننزل تحت ونختار bottom نفس الامر نختار صفر بعد ذلك نضغط حفظ طيب الان نروح نشوف اللي هو الرابط هذا هو مثل ما تلاحظ معي هذا هو طيب نبين حرك اللي هو يسار مثلا نروح الى نفس الرابط مثلا نختار write مثلا نكتب نحط اي عدد مثلا 30 نضغط حفظ شفت الراح يسار شوي طيب نختار اللي بلنا الصادع عشان يكون اسهل واسرع لنا يعني طيب نختار مثلا هي 30 الان طيب نختار مثلا نكتب 60 مثلا نضغط حفظ نفس الامر ما ركب طيب خلنا نكتب 100 اي نخل المرة واحدة طيب نشوف واحدة المية منفعة طيب نكتب مثلا 120 120 120 طيب لا بعد مثلا 125 طيب هذا هو ركب معنى تمام او 130 طبعا نتلك الحرية بالمقاسات وبالنسبة المقاسات هذه مع التصميم ومع الخبرة بإذن الله راح تتعلم لها طيب هذا هو ركب معنى تمام طيب نضغط حفظ بعد ذلك نروح الى نشاهد عملنا هذه حقوق المصمم لاحظ لما تحط الماوس على ترمية حقوق يطلع عليك تصميم وتركيب ريشة حالم طيب نضغط عليها عفوا في نقطة مهمة اللي لازم نضيفها قبل الرابط مثلا اللي هي هذه لازم لاحظ معي هذه لازم نضيفها قبل الرابط عشان يطلع لنا رابط خارجي هذا خطأ نوقعت فيه طيب الحين نعدل الخطأ نكتب نلصق هنا لاحظ معي هذه لازم نكتبها قبل الرابط طيب نضغط حفظ بعد ذلك نشاهد العمل طيب لما نضغط حقوق المصمم راح يطلع لنا مثل ما قلت كم الرابط اللي هو هذا على على حسب الرابط طيب اللي انت اختارته طيب هذا بالنسبة الجزء الهيدر وهو الجزء الثاني الحين باقي تركيبة على المنتدى وهذا اللي راح ناخد ان شاء الله الجزء الثاني على الفون الجزء الثالث طيب لنلقى ان شاء الله بعد شوي شكرا